طبعا الهدف الرئيسي من هذه المسألة يعني كما هو معلوم لديكم تعموا الذكر الصحابة والنيل منهم وتكفيرهم وأنهم مرتدين وأنهم نقضوا العهود وأنهم كذا مع أن الله عز وجل زكى هؤلاء الصحابة زكاهم وزكى أعمالهم وزكى حتى نياتهم نيات الصحابة الله زكها وهؤلاء يطعنون فيها صحابته المنتجبين كلمة قد لا يلقي لها أحد بال لكنها من أهداف الميليشيات الحوثية ومخاطرها على المجتمع اليمني وكانت واحدة من العبارات والموضوعات التي تم تلغيم المناهي الدراسية بها الهدف الرئيسي من الطعن في الصحابة طبعا ما يظهره الحوثي أو ما يظهره الشيعا بشكل عام أن هؤلاء قاتلوا علي لأنهم قاتلوا علي فهم مرتدين هذا الظاهر لكن ما يريده الحوثي حقيقة هو أن يلقي مرجعية المسلمين الذين هم الصحابة الكرام واستبدالهم بمرجعية أخرى يكونهم وبالتالي يعطيك بعدين قرآن وسنة على ما في نفسه على ما في راسه بعد تفرد ميليشيات الحوثي وسطوتها على السلطة ومؤسسات الدولة عمدت على تحريف المناهج التعليمية تدريجيا وعبثت في محتواها ولا تزال مستمرة في ذلك وفي الندوة التي أقامتها مؤسسة القلم في مدينة مأرب استعرضت فيها ورقتان الأولى عن مخاطر تحريف المناهج وتلغيم عقول الأجيال القادمة فيما عرضت الورقة الثانية دور الجهات الرسمية وأولياء الأمور في موايهتها لجنة المناهج والوزارة بشكل عام مسؤولة عن كل تحريف يطال المناهج من أي فئة ومن أي جماعة إعداد موجهات التعليم وإنزالها على كل القطاعات التعليمية والمدارس وإلزام الجميع بالقيم والتوجهات التي تحقق توحيد الخطاب التعليمي ومحاربة التعصب والمذهبية والنزعات الطائفية والمناطقية لا يمكن أن يكون في المنهج شيء يزرع المناطقية والمذهبية والخلاف بين الناس أو يدعو إلى تمزيق النسيج الاجتماعي هذا لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يسمح به ويجب أن نشنع عليه وأن يجرم فاعله وإذا لم يجرم بالقانون والعدالة فيجرم بالرأي العام تشكيل رأي عام يجرم ويحرم ويدافع عن النسيج المجتمع اليمن وتأتي جريمة تحريف المناهج التعليمية ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في حق المجتمع اليمني